صباح الخير مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيرو سيتي على الفيسبوك عادت واشتعلت الشبكات داخل المخيم حلوي بعد هدوء دامة منذ حوالي ساعة ثالثة ونصف منذ مساء أمس حتى صباح هذا اليوم يعني قرابة الساعة العاشرة صباحا تقريبا عادت واشتعلت بكوة داخل المخيم وإطلاق نار كثيف على أكثر من محور وأبرز محور الذي يظهر أمامنا في الصورة محور حطين نحن متوجدون الآن بالقرب من محور حطين هذا المكان الذي كان بمنأة نوعا ما عن الشبكات يعني يحصل فيه الشبكات خفيفة ولكن بالأمس واليوم يشهد الشبكات جدا جدا عنيفة بين حركة فتح والشباب المسلم والقوة ما يعرف بالتنظيمات الإسلامية داخل المخيم عن الحلوي طبعا يعني مشاهدينا بالعودة لا جغرافية هذا المخيم كما عم نشوف معدس دمينة يوسف فواز المناطق التي تتشهد الشبكات الآن هي مناطق مبتعدة وبعيدة عن بعضها وبعض وليست بالقرب من يعني هناك أحياء ما بين حي حطين وحي طوارئ حي طوارئ هو في شمال المخيم حيث يعني إذا بالإمكان يوسف بالإمكان أيضا هناك اشتباكات في حي طوارئ وهو مكان إذا ما قدر نشوف باللعب على الزمينة يوسف فواز أيضا هنا عند مدخل المخيم في يعني المشاهدين عم نشوف هذه المشاهد مباشرة عبر صوت بيروت انترناشنل وبيروت سيتي على الفيسبوك وفيدة عن مقتل أحد العناصر من الشباب المسلم في الشبكات حيحطين منذ بعض الوقت الرصاص طبعا الرصاص يطال معظم المناطق المحيطة في مليات صيد هذه الشبكات التي يعني مستمرة منذ الساعة العاشرة صباحا الشبكات عنيفة الآن هذا قليلا ولكن يعني نشاهد بالصورة ونسمع أصوات أصوات الشبكات داخل منطقات حطين معلومات أولية عن إصابة بعض الأشخاص برصاص طائش في منطقات الغزية سوف طبعا نتأكد من صحة هذا الأمر يعني نشاهد مشاهدينا هذه المشاهد مباشرة عبر صوت بيروت انترناشنل وبيروت سيتي على الفيسبوك الشبكات العنيفة التي ما زالت مستمرة حتى الساعة لا يعني لا كان المدوجين فيه في هوا كتير فبالتالي طبيعي يعني هذه السورة هي أمر طبيعي نتيجة الهواء القوية المطرم ما نحن متواجدين فيه فإذا يعني حتى الساعة طبعا يعني الشبكات العودة للشبكات التي توقفت بناءا لتوقفت أمس هدنة بعد أشماع في مركز المخابرات ضم فتح وحماس كان هناك اتفاق على تثبيت وقف اطلاق النار ولكن مثل ما شفنا عادة وندر عادة صباح هذا اليوم وهناك أنباء عن قتل اليوم بالأمس كان هناك يعني ما يقارب السبعة والثلاثين جريحا نقل إلى مستشفية المنطقة هذه هي حصيلة هذا النهار نهار أمس أما اليوم حتى الساعة ليس معروفا إذن كان هناك عدد ضحايا ولكن من المؤكد أن هناك شخص قتل وهناك العديد من الجرحة برصاص الطائش في منطقات يعني طبعا مشاهدينا بس توضيحا لموضوع الهزب السهورة هو نتيجة الهواء القوي يعني مطرح ما متوجدين نحن الآن وليس يعني ليس هناك أي خلب لكن هناك هواء قوي يعني نشوف في النصفة الآن الشباكات العنيفة وصاصوات الرصاص بالقرب من مخيم حطين ما أنه لا يوصف يعني أيضا نسمع الأشباكات التي أو أصوات التي تصدر في مناطق يعني بعيدة عن محطين وهي في مناطق البركسات وفي مناطق الطوارئ يعني لا صوات تصمع الآن في منطقة الطوارئ يعني حتى الساعة مشاهدينا الكرام ما زلنا نتابع وإياكم هذه المشاهد مباشرة عبر صوت بيرت انترناشنال وابيرو سيتي على الفيسبوك نحن كما ذكرنا بالقرب من مخيم عن الحلوة وتحديدا من جهة ما يعرف بحاجز درب السيم منطقة حطين هذه المنطقة التي تشهد الشباكات العنيفة منذ حوالي الساعة حتى الآن سنتابع مشاهدينا الكرام السورة مباشرة سنحاول يعني يعني مذنبع الوقت تعرضت هذه الجوامع أيضا إلى رشقات وقذائف رأيناها بأم العين يعني المشهد الأساسي اللي عم بيكون المشهد الأساسي اللي عم بيكون فيه للشباكات هو حيحطين حيحطين يلي بيكون بمدخل المخيم الجنوبي طبعا هذا هو حيحطين همطح ما طلعتها الآن قذيفة يعني تسمع الأصوات بوضوح يعني حتى الساعة مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت يعني الاتصالات التي أجريت أمس باءت بالفشل أعلام حركة فتح يقول أنه المجموعات في حيي حطينها التعمية تستخدم النيران واطلاق من قذائف العشوائية طبعا يعني يقال أن هناك العديد من الإصابات ولكن من غير المؤكد كان هناك من إصابات الآن في محيط مخيمة الحلوة كان هناك من سقوط لضحايا هناك يعني الحديث عن عدد من الضحايا في مناطق الغازية وأيضا مناطق السيدة هي معلومات غير مؤكدة يعني لا يمكن تأكيدها حتى الساعة ولكن يعني سننتظر نشتير مشاهدين أن هذه الإصابات هي الجولة الثانية من الاشتباكات التي بدأت أو التي اندلعت في أواخر تموز سهر الماضي عقب قيال أو مقتل فرهود أحد عناصر شهر المسلم وفي اليوم الثاني مقتل القيادة في قائد الأمن الوطني العلمشي الذي قتل في كمين محكم داخل منطقات أو موقف السيارات التابع أو بالقرب من مدارس الأنروة طبعا هذا الأمر أشعل اشتباكات استمرت لمدة خمسة أيام داخل المخيم ومن بعدها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أعلن عن وقف اطلاق النار والعمل على تحديد بداية كان هناك لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المتهمين وبعد ما تمكنت اللجنة من تحديد المتهمين طلبتهم بتسليم أنفسهم ولكن رفضوا للرجع صار أنه قوى الأمنية أعفا الهيئة العمل الفلسطيني المشترك طلبت من القوى الأمنية المشتركة المعززة من الفصائل بالدخول وبإسلام مهامي الداخل المخيم عن الحلوة ولكن ما حصل بالأمس أو أول من أمس هو أعاد خلط الأوراق من جديد ولسيما بعد الشبكات العنيفة التي وقعت والتي تمحورت وكان أهم هذه الشبكات هي موضوع المدارس كان هناك يعني بحسب المعلومات الخاصة لأنه كان هناك أنا أدي أكثر بالعدد للأسف يعني فكان هناك مشاهدين الكرام يعني إذا فينا نوضح الموضوع أن الشبكات تدور أو الأهداف المعركة اليوم هي أهداف حول من سيدخل إلى المدارس يعني هذه المدارس التي طلبها أن تكون في عهدة القوى الأمنية المشتركة ولكن هناك يعني إذا فينا نحكي عن خلاف بين الفصائل الفلسطينية وشبكات المسلم حول أمن هي الجهة داخل القوى الأمنية المشتركة التي ستدخل هناك شروط توضع على أن من يدخل إلى المدارس هي فقط الفصائل باستثناء حركة فتح طبعا هذا الأمر الذي رفض من قبل حركة فتح وطبعا هناك يعني محاولة من الشباب المسلم لأخذ الضمانات بمنع يعني التعرض لهم أو يمنع ملحقتهم ولكن هذا الأمر أيضا استضمى برفض من حركة فتح يعني المشاهدين نتابع المشاهد مبسرة يعني الإشباكات التي تدور الآن في حي حطين داخل المخيم وحي الطوارئ كما ذكرنا حي حطين يقع في جنوب المخيم يعني في جنوب المخيم بينما حي الطوارئ يقع في شمال المخيم وهناك يعني مسافة بين الحيين بحيث يعني أنه ليس هناك من ترابط مباشر أو تراصف بينما هناك كما ذكرنا مسافة كبيرة تتعدى الكيلومتر بين جنوب المخيم وشمال المخيم الرئيس الأسباك فوادي السنيورة يضع الوقف للشباكات فورا في عن حلوة ويكون ما تتعرض له السيدة غير مقبول أيضا هناك قضائف قضيفة مثلا منذ بعض الوقت هناك قضائف أطلقت على نادي الزباط وأنباء عن سقوط زريح هناك 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 تضارب مشاهدينا بأسماء وأعداد الضحايا حتى الساعة يمكن يعني تأكدوها أي شرات هذه يعني حتى الساعة مشاهدينا نشاهد حركة السير على أسراد الشرقي يعني معلومة من منطقة الحسبة تقريبا على ما زالت مفتوحة في منطقة الحسبة والطريق غير مخطوعة الآن ما زالت طريق سالكة من جهة الحسبة باتجاه طبعا هو طريق غير آمن يعني ينصح لمن يريد أن يعبر طريق الجنوب بأن يأخذ الطريق البحري باتجاه يعني صيدة بيروت أو من يتجه باتجاه النبطية يعني يأخذ طريق جباع أقليم التفاح يعني فيها في رأسنا إطلاق نار وقزائف باتجاه حي البركسات كما أفضنا نعم نعم أيضا المناطق التي تعرضت لقصف أو لرصاص طائش هي قرب الجامعة اللبنانية محيط سرايسية الحكومة أيضا المدينة الصناعية بولفارمار وفساعد ودوار ألالايو مدرسة عائشة سابقة مدرسة عائشة أيضا هناك رصاص طال رصاص القانس ورصاص الطائش هذه المنطقة يعني ما زلنا نسمع الأصوات والقزائف يعني فإذا المشاهدين الكرام طبعا نحن سلموا فيكم بكل التفاصيل بحسب المعلومات يعني واضحة الساعة أنه فرطت التهديئة فرطت وقت إطلاق النار وعودة إلى نقطة السفر بالتزار يعني مشاهدين الكرام يعني هل سيكون هناك تحرك لهيئة العمل الفلسطيني المشترك هل سيكون هناك يعني قرار يعني هم بسائدة ساوق لعنكم المترجم للقناة المشاهدين الكرام نتابعوا اياكم هذه المشاهد مباشرة. هناك معنومات مؤكدة اذا استحر قول عن احد الضحايا في منطقة الغازية بحسب المعطيات او معنومات الاولية انه كان في صيدة وتعرض لاطلاق لرصاص طائش. المشاهدين المشاهدين تم تأكيد المعلومة ان احد الضحايا احد الضحايا سقطة او هو من بلدة الغازية سقطة في محيط مخيم عن حلوة في مدينة صيدة. فاذا هذا النبأ الحاذين عن سقوط ضحية من من بلدة الغازية. وهذا الشاب الذي يعني الضحية كان في مليا صيدة ويعني تعرض لرصاص طائش ادى الى وفاته. ايضا هناك اصابة في منطقة بحسب المعلومات يعني في منطقة الرجي جسر الرجي في الغازية ايضا هناك رصاص طائش وصل الى هذه المنطقة فاذا يعني. يعني فاذا المشاهدين الكرام. فاذا المشاهدين الكرام مشاهدين صوت بيروتو انترناشنال وبيروستي على الفيسبوك. هذه المشاهد مباشرة من محيط مخيم عين الحلوة. يعني حتى الساعة ما زالت الاشتباكات مستمرة قصف عنيف اطلق نار غبي غزارة. الان كما نسمع في منطقة الحطين. يعني هذه الشبكات التي اه كما ذكرنا بدأت عند الساعة العاشرة صباحا ولا زالت مستمرة حتى الساعة. اه يعني عم نشوف بعد زميننا يعني هي المنطقة منطقة الحطين. وايضا هناك يعني اطلاق نار في منطقات البركسات. يعني بحسب المعلومات الاولية هناك على عديد من الضحايا. من المؤكد اليوم حتى الساعة هناك اه شخصين شخص اه اه في حي حطين. وشخص اخر مدني اه اه اصيب وهو من بلدة الغازية جنوب لبنان اه اصيب اه اه في بيرصاص طائش في مدينة سيدة يعني هناك اه اه حتى حتى الساعة قاتلين وعدد من الجرحة. فاذا مشاهدين الكرام كنا معكم بهذا البحث المباشر طبعا سنوافيكم بكل جديد كم معكم محمد زينت يوسف ويوسف هو صد بيرت انترناشنال.